لو بتصوم 16 ساعة في اليوم نسب الوفاة من أمراض القلب هتبقى 91% دراسة صدمت العالم كله والعالم كله بتكلم عليها American Heart Association بتقول لنا الكلام ده إيه الموضوع؟ طلع الصيام المتقطع سيء ومميت؟ ولا إيه حقيقة هذا البحث؟ أنا كريم علي حلقة مهمة جداً شيروها عشان نعرف حقيقة الصيام المتقطع مستعدين؟ يلا بي نسبة الوفاة من أمراض القلب بتزيد عن 91% نوع الأكل مش موجود فيه الرسالة ولكن كانوا بيحسبوا الكالوريز واحد يا دكتور أكله صحي 100% وجاله سرطان؟ واحد طول عمره بيدخن ومجالوش أي حاجة أهلاً بيكم الصيام المتقطع جزء لا يتجزأ من علاج متلازمة الأيد أو الناس اللي عاوزة تخس أو الناس اللي عايزة تقلل الدهون وحاجات كتيرة ودي حلقة الصيام المتقطع ما تزعلوش لو مسحتها أو عملتها هيداً سحين الصبح لقينا إن في رسالة بتقول إن الناس اللي بتصوم 16 ساعة وبتاكل 8 ساعات بس نسبة الوفاة من أمراض القلب بتزيد عن 91% طبعاً اتخضينا وكنت أمسح الفيديوهات وأمسح القناة وارجع أشتغل في العادة بتاعتي واسيب السوشيال ميديا ولكن هذا ما وجدت نتيجة البحث لما نيجي نشوف البحث أولاً هو مش بحث كامل منشور ولكن هو كان بريزنتيشن يعني عاملين المؤتمر منظمة القلب فاتعمل بريزنتيشن القلب هي رسالة عملت على ألفين شخص من واحد من مرضى القلب والسرطان يعني مش ناس عادية واحد خدوا عندكو ده أنت هتكتبوا كتابة النهاردة ثاني نقطة هو لم تأتي النتائج الكاملة ولم يحدث له بالريفيود يعني ما اتخذش من منظمات الدرس الرسالة وشافوا ده يناسب ما قيل قبل كده وده يناسب العقل والمنطق ويناسب الإحصائيات الحديثة أو الإحصائيات العلمية فهو عبارة عن بريزنتيشن اتقال عن ألفين مريض من مرضى القلب والسرطان مشوا معاهم قد إيه لمدة عشرين سنة طب لما مشوا عشرين سنة عرفوا إزاي أن الصيام المتقطع بيعمل كده بقوا يجيبوهم كل يومين يعني هو عبارة عن 24 hours يعني يجيبوهم يومين في الأسبوع يقولولهم أنتو نظامكم في اليومين دول إيه كنتوا بتاكلوا الكميات قد إيه بتلعبوا رياضة ولا لأ بتصوموا فعلاً الصيام 16 ساعة كل يوم فيه كحول فيه سجاير ولا لأ بس بقيت الخمسة أيام ما كانوش بيتابعوا الأكل ما كانوش بيتابعوا الصيام ما كانوش بيتابعوا بيعملوا إيه في حياتهم فدي تاني حاجة تحط علامة استفهام يعني هم أصلاً مرضى تاني حاجة بتاخدوا منهم الكلام لمدة يومين ثالث حاجة ودي الأهم نوع الأكل اللي بيكلوه إيه إيه يا فكرة تاني بيكلوا أكل إيه ما أنا ممكن أصوم عشرين ساعة واضرب بيبزا وهامبورجر وصود قد كده وأقول أنا صيام متفتعة نوع الأكل مش موجود فيه الرسالة ولكن كانوا بيحسبوا الكالوريز يعني خدوا ألفين سعرة حراري 3000 سعرة حراري 1500 ولكن 1500 سعرة حراري من هامبورجر مش زي 1500 سعرة حراري من بروكولي وفراخمة شوية فدي النقطة اللي بعد كده تثير الانتباه بشكل غير طبيعي أجل النقطة اللي بعد كده تخيلوا وسط الرسالة بيقولوا إيه كيوتك لايف ستايل والله بيقولوا كده في الرسالة كيوتك لايف ستايل يعني ستايل حياتهم فوضوي وديستيربد يعني مش تمام يعني عندهم سترس عالي النوم مش مزبوط كيوتك فوضى الرسالة بتقول درسنا البني قدمين دول كان أكثرهم في فوضى فيعني ستايل حياة مش تمام ونوع الأكل مش تمام أو مش عارف هو إيه ويومين من سبعة أيام لمدة عشرين سنة في مرضى سرطان ومرضى أمراض القلب يجي يقولولنا أن الرسالة قالت أن الناس دي بتموت 91% بسبب الصيام المتقطع لا يوجد ميكانيزم واحد يقولك أن الصيام يؤدي إلى أمراض القلب ولكن في مئة ميكانيزم وعشرات الرسائل اللي بتقول الصيام المتقطع بيقلل الكوليسترول الضار الصيام المتقطع بيقلل دهون الوسط الصيام المتقطع بيعالج متلازمة الأي الصيام المتقطع بيزبط الضغط الصيام المتقطع بيقلل معدلات السكر ومقاومة الإنسولين الصيام المتقطع بيزود الأوتوفاجي والأنتي إيجنج بروسيس أو مضادات الشاخوخة في الجسم الصيام المتقطع يحسن الذاكرة الصيام المتقطع بيحسن الهضم ويريح القولون الصيام المتقطع بيقلل الأكسادة العالية في الجسم ويقلل الالتهابات كل دي أبحاث أثبتت فوائد الصيام المتقطع فتيجي رسالة تقلب الدنيا غلطة سوشيال ميديا وإزاي بيطلعوا لك الخبر إحنا قبل ما بنسمع أي حاجة بنعديه على فكر تاني رسالة حتى لو قالت إن هم أثبتوها تنافي فكر تاني وتنافي العقل وتنافي المنطق الصيام هو أقرب طريق للصحة مشكلتنا إن إحنا بناكل كتير مش مشكلتنا إن إحنا بنقلل الأكل مهمة أوي الملاحظة دي كده نخلص الجزء اللي أنا عايزه بس فيه جزء أهم لازم نتكلم فيه السؤال اللي بيجيجي في دماغه كل واحد يا دكتور الولد ده بياكل اللي هو عاوزه عمره معيه والراجل ده ماشي غذاء صحي وبيعيه طول الوقت أو واحد يا دكتور أكله صحي 100% وجاله سرطان واحد طول عمره بيدخن وما جالوش أي حاجة النقطة دي تعتمد على حاجتين أول حاجة أنت جسمك كل جسم فيه مخازن مخازن فيتامين مخازن معادن مخازن جينات مخازن هضم مخازن استرس المعادلة النهائية هي اللي بتسبب المرض يعني محدش مثلا لو شرب قهوة ضغطه يعلى من أول يوم حد شرب سجارتين جاله سرطان مفيش عاجز مها كده هي المعادلة اللي لازم نفهمها لازم هو ستايل حياة عشان كده اتنرفيست جدا من البحث ده كيوتك لايف ستايل أو ستايل حياة فوضوي حياة فوضوي حتى لو أنت مش مريد قلب هيجيب لك قلب صيامك المتقطع مع الاسترس الكتير صيامك المتقطع مع عدم النوم صيامك المتقطع مع أكلك السيء صيامك المتقطع مع أن أنت بتخبي مشاعر جواك أو بتحقد أو بتحسد أو حاسس بالظلم أو أنت هربان من واقع أو بتكتم الغضب كل ده نار شغالة جوا هتموت مش واحد 90% ده 90% 100% هتموت يعني مش بسبب الصيام المتقطع بسبب العوامل الأخرى فعشان كده لما أنت تحب تتكلم في الصحة ما تحكمش من الزاوية اللي أنت شايفها ما يمكن اللي بيدخن ده أكله كويس أو نومه كويس أو جيناته في الرئة كويسة أو ما بياخدش نفس جامد أو عايش في منطقة ما فيهاش تلوس واحد تاني ما بياخدش سجاجر خالص وجله سرطان رئة يمكن المنطقة ملوسة يمكن عنده عكبت مشاعر يمكن عنده بيأكل مقليات كتير يمكن فيتامين دال ناقص فأنت أوعى نحكم على حد من مبرة أو تحكم بدم أنت تحكم على النتيجة ودي مهم فكرة دي الكلام ده كبير احكم على النتيجة بدم النتيجة دي وصلت يبقى ما يوصل لهذه النتيجة عنده العوامل بتاعتها فلما يبقى عنده واحد صحة مهما تشوفه بيعمل أخطاء ولكن المحصلة فيها صحة لو شفت واحد مرد مهما كنت اللي انت شايفه حياته صحية محصلة اللي بيعمله الاسترس والحالة النفسية والعلاقة الروحية والدين واتصاله بربنا والصدقات في حاجات كتير قوي تديك النتيجة دي فالنتيجة اللي انت شايفة هو مستحقها تماما هو عنده ما يؤهل هذه ظهور النتيجة فغير البحث ده هيطلع بحاس ميت بحس يقولك حاجات تضي اللي بتعتقدها او حاجات تثبت اللي انت بتعتقده لا تصدق اللي انت بتعتقده ولا تكدب اللي انت لا تعتقده ولكن عدي على مخك عدي على فكرك عدي على خبراتك او اسمع أهل الخبرة الذي تصق فيهم لو أنت واسق في حد اسمع له ويسيبك من الناس التانيين يا أم أروح اسمع الناس التانيين ويسيبك من اللي أنت بتثق فيهم الخلاصة المرض محصلة عوامل كتير زي الصحة محصلة عوامل كتير فيه ناس نحسره لليسرة وفيه ناس فسنيسره للعسرة أنت بتتيسر لإيه؟ بأسباب اللي أنت بتاخدها نفسيا وجسديا وروحيا وعقليا والإكسترا الصدقات ودعاء الوالدين وقلاصة حلقتي ما تحكمش على حد من بره بدم شفت النتيجة فهو يستحقها في أغلب الأوقات واد الرسالة اوعوا تتركوا الصيام المتقطع الصيام المتقطع سحر لا ينتهي الصيام المتقطع سبب شفاء ناس كتير لا يمكن نت... ما لاش نصوم رمضان أحسن بقى عشان الصيام بيجيب سرطاناته بيجيب أمراض قلب ماذا أقول؟ شايروا هذه الحلقة لما فيها من فكر وما فيها من أبحاث هتطلع كل شوية بنفس المنظر ده يورق حاجة وهي خلاف الحاجة اللي موجودة أو اللي وراء تلك الحاجة خالص هذه هي الأمريكان هارت أسوشييشن الريكمينديشن بيليستيشن وفي الآخر وما توفيق إلا بالله علي توكلت ولا يونيب السلام عليكم في حفظ الله بإعجبال لا يمكن اصبع البحظ ترجمة نانسي قنقر